السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وإهلا وسهلا في قناتكم أحلى مواقف الشطين جماعكم يا عبدالردوان مباراة جميلة جدا 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 من مباريات المبدع تال هالمباراة راح تفرجينا اسلوب تال باللعب الاسلوب المشهور فيه بالتضحيات والهجوم بأي ثمن إذن لعب الأبيض هون تال واللاعب الأسود اسمه أوليمبيت وهو آي أم استوني من دولة استونيا المباراة لعبت عام 1986 لاعب الأبيض طبعا تال كان 2600 واللاعب الاسطوني 2460 فخلينا نشوف شو اللي صار اللاعب الابيض طال لعب E4 فاللاعب الاسود بيختار النقلة C6 دفاع كاروكان فD4 D5 Nc3 DxE4 وهو الخط الرئيسي فNcE4 الآن NcD7 أيضا خط ملعوب فالآن بيشوب على D3 وNcG6 طبعا هم يحاول يكسب تنبو يهدد الحصان هون في حال أخذ الحصان رح ياخد بالحصان الثاني وهيك بيكون يعني يكسب نقلة وفي حال ما أخذ مثلا نشر الحصان رح ياخد وبياخد بالفيل وأيضا رح يجي الحصان لهون ويكسب تنبو على الفيل فلذلك هون اللاعب الابيض بعد هاي النقلة بلعب عادة وهي أفضل نقلة النايت على الجي 5 طبعا هون أفضل نقلة عند اللاعب الأسود هي ال E6 هذا الخط الرئيسي ولكن في كتير لاعبين ونقلة ملعوبة جدا بجي لعبوا النقلة H6 لطرد الحصان هدول هو الطرد الأحصنة طبعا الآن وين بدنا نروح بالحصان وفي فيديو حاول تلاقي نقلة تال طبعا عزيزي المشاهد ربما يكون عندك خيارين رئيسيين على ال E4 أو على ال F3 ربما على ال H3 ولكن تال لعب نقلة غريبة ربما حدثك إلا أن تال ضحى بالحصان لا عزيزي المشاهد هون تضحية غير دقيقة تال لعب نقلة أغراب وهي النايت على ال E6 وطالب الوزير فكر في إياه ما تضحية لأنه أكيد اللاعب الأسود ما في يكون الحصان بسبب كشمات رهيبة من هالخانة G6 بالفيل فالآن بعد تهديد الوزير وما في يأخذ الحصان اللاعب الأسود عمليا عنده نقلة واحدة فقط هي الوزير على ال B6 ولكن هون اللاعب الأسود لعب الكوين على ال A5 كيش فغطى بالفيل لاحظ الآن مهدد وطبعا الحصان لا ننسى مهدد إنه يروح على ال C7 بكيش وشوكي على القلعة فالوزير لازم يضل حامي هاي الخانة فلذلك إجباري رح يرجع على ال B6 لاحظ الآن رجع الوزير على ال B6 ولكن بسبب نقلته المتسرعة أدى إنه يكسب الأبيض نقلة إضافية وينشر له قطعة إضافية وهي الفيل فكان الأول بالنقلة السابقة يجي على ال B6 الآن رجع الحصان مهدد والآن صار فيه يأكله لأنه ما عد فيه كشمات الملك صار عنده خانة يهرب عليها فالآن منسأل تال هالمرة وين بدك تروح بالحصان يا تال طبعا عزيز المشاهد إنه تال ما رح يروح بالحصان عمكان ورح يلعب النقلة Knight F3 وتضحية بالحصان التضحية الثانية بهذا الجيم طبعا الآن F-TX Knight وببساطة بيشوب على G6 كيش الملك رح يروح على D8 والآن تبييت من اللاعب الأبيض لاحظ الآن بعد التضحية شو اللي صار انتشار اللاعب الأسود صفر لاحظ الفيل هذا مستحيل ينتشر هذا البيض أقوائف وهذا البيض أقوائف وأيضا هذا الفيل مستحيل ينتشر هذا البيض أقوائف وهذا الحصان واقف شوف الحصان وين بدأ يروح لهون ممنوع لهون ممنوع لهون ممنوع لهون ممنوع لهون فبدأ يرجع لمكانه حتى إذا رجع لمكانه يعني هذا البيض أقوائف فبالتالي أيضا الفيل يعني ما بستطيع ينتشر الملك فقد حقه بالتبييت الوزير ما عنده أي شيء يعمل طبعا هون أخذ هذا البيض أقوائف بحارسة رح تكون اللاعب الأبيض طبعا رح يلعب ويستعد لفتح الموقف ويلاحق الوزير فرح تكون أفضلية كتير كبيرة ما رح نحلل هذا الخط ما بدأنا أنه بده شوية وقت فهون اللاعب الأسود ما لقى أي شيء يعملو وما لقى أي شيء يلعبو فرح لعب النقلة عم يطلب هذا البيضق فهون تال أيضا بيقول له خده الله يبارك لك فيه بلعب النقلة فهون فعلا بياخد هذا البيضق وهو محمي بالوزير ولكن هون تال أيضا بيلعب نقلة قوية وهي تضحية أيضا أخرى بالحصان ولكن عزيزي المشاهد فكر فيه أكيد معنا التضحية لأنه اللاعب الأسود ما بيقدر ياخد الحصان ليش بسبب كش من هون ورح يروح الوزير بالكشف فإذا منرجع اللاعب الأسود هون ما فيه أخد الحصان فراح لعب E5 وعطينا الحصان ووين بدك تروح بالحصان يا تال بتوقع يعرفت حزيزي المشاهد إنه تال ما رح يروح بالحصان على أي مكان وبيلعب نقلة خرافية وهي النقلة C5 لو بدك الحصان خود معه بيضق أيضا لاحظ الآن تهديد الوزير وين بده يروح الوزير لاحظ اللاعب الأبيض عنده تهديد خطير جدا عنده كشمات بالحصان مثل ما نكشايف وهي الخانة مراقبة بالفيل فهي الخانة فقط محمية بالوزير فالوزير ما فيه يروح ويتركها فمثلا ما فيه ياخد هذا البيضق لأنه رح يكون فيه عندنا كشمات وأيضا اللاعب الأسود مثلا ما فيه يروح بالوزير على الأي سيكس لأنه هون رح يكون فيه عندنا تضحية جميلة بيئل فيه الكيش لاحظ إجباري بدك تفقد السيطرة على هاي الخانة لأنه اللاعب الأسود عنده خيارين فقط للتعامل مع هاي الكيش إنما ياكل بالوزير فرح يكون فيه عندنا كشمات أو يغطي بيئل بيضق وبالتالي يعني هاي الخانة ما عادت محمية بالوزير وأيضا كشمات فلذلك هون بعد هاي نقلة الخرافية بالبيضق الوزير ما فيه تحرك وأكيد ما فيك تاكل أيضا رح يكون فيه عندنا كشمات فالخيار الوحيد المتاح عند اللاعب الأسود إنه ياكل البيضق بالحصان وهون رجعنا للسؤال الآن الحصان مهدد وين بدك تروح بالحصان عزيزي المشاهد إنه تال ما رح يروح بالحصان أمكان بالعكس بإله بدك الحصان خود معه الفيل أيضا وبيلعب بشوب على الـ A5 عطينا الوزير والفيل مثل ما نكشايف بدون حماية والحصان بدون حماية طبعا اللاعب الأسود ما فيه ياخد الفيل مبدئيا لأنه رح يكون فيه عندنا كشمات بالحصان من الخانة A6 مثل ما نكشايف فإذن هذا الوزير راح لأنه مربوط ما فيك تاخد الفيل فاللاعب الأسود هون إجا أخذ الحصان فهون كوين تيكس دي فور من تال كيش رح يغطي بالحصان الآن رح ياخد الوزير مع كيش ورح ياخد الفيل لاحظ الآن حصيلة اللي صار كله اللاعب الأسود عنده 3 قطاع بالضبط مقابل وزير يعني ماديا الأمور متعادلة ولكن استراتيجيا عندنا عامود مفتوح عندنا عامود الدي أيضا مفتوح للقلاع والقطاع الثقيلة عندنا فيه قوي جدا لللاعب الأبيض تطع اللاعب الأسود كلها سلبية لفيه المستحيل يتحرك لفيه المستحيل يتحرك القلعتين لساتهم مكانهم فأفضلية حاسمة لللاعب الأبيض من الناحية الاستراتيجية والدور قريبا رح ينتهي يعني الأفضلية زائد 8 حسب رأي المحرك فالآن روك اي على السيوان رح يبلش يستغل الأعمد المفتوحة باتجاه الملك اي فايف كوين سي فور بيشوب سي فايف هميحاول انتجر شوي روك اي ف دي وان روك على ال اف ايت والآن نقلة قوية بي فور وين بدك تروح بهذا الفيل طبعا عنده الفيل خانة واحدة فقط لأنه طبعا إذا ايجي على ال اي سفين رح يكون في عنا كيش مات فإذا عنده خانة واحدة فقط هي الخانة دي فور والآن أيضا وقف الفيديو حاول تلاقي نقل التال عزيزي المشاهد نقل التال هون أيضا نقلة جميلة ومثل العادة تضحية روك تيكس بيشوب فهون لاعب الاسود اخذ القلعة والآن كوين على السي سيفين كيش طبعا شو الهدف من تضحية القلعة بالفيل الهدف فتح العامود إلى حتى يهاجم الملك من خلاله فالآن استسلم اللاعب الاسود ليش استسلم لأنه عزيزي المشاهد عنا كيش مات بأربعة نقلات إجبارية الملك رح يروح على الـ الآن روك على الـ لاحظ الآن ما في أي خيار بتغطي بالحصان إجباري وتخسره فالآن القلعة رح تاخد الحصان مع كيش الملك إجباري على الـ الآن لكوين على الـ دي سيكس كيش ولاحظ الملك إجباري على الـ جي فايف والآن H4 كيش مات بالبيضاق كيش مات جميلة جدا فهذا كان القيم لليوم أكيد عجبكم ولكن ما عم تحطونا لايك ما عم تشتركوا بالقناة لأنه معظم المشاهدات لحد الآن عم تجي من غير المشتركين ها كل حال شكرا لكم مشاهدكم بتكفي ولكن يعني متمنى منكم أكتر من هيك نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم